مشاهدين مخاطر الأحداث الإقنمية شتتت نظرنا عن طاقة اقتصادية هائلة مهدورة وأبعدت اهتمامنا عن ملاحقة التحديات التي تواجه الشباب العربي ومدى تأثيرها على واقع ومستقبل اقتصادياتنا فخلافا للدول الأوروبية التي تعاني من أخطار الشيخوخة فإن الدول العربية تتمتع بزيادة متوسط أعمار الشباب فهل نستفيد منها وكيف لنا أن نحولها من طاقة مهدورة إلى محرك اقتصادي هادر يجيبنا الصحفي الاقتصادي خالد أبو شقرة ينضم إلينا مباشرة من بيروت صباح الخير صباح النور لألكم لكل المشاهدين خالد التوقعات تشير التوقعات السكانية للأمم المتحدة أن متوسط أعمار السكان في معظم الدول العربية تحت الثلاثين طيب هل نستفيد أو هل تستفيد الدول من هذه الطاقة؟ صحيح يعني في الحقيقة من حيث النظرية بشكل عام فأن الدول التي تتمتع بمتوسط أعمار منخفض تحت ثلاثين عاما تكون هي دول لديها فرص كبيرة جدا للنمو والإنتاج والرفاه الاجتماعي بدليل بأن الشباب في هذا العمر ليس فقط يكون إنتاجهم كبير جدا بالمقارنة مع الأكبر عمرا إنما أيضا علالهم أو أمراضهم تكون قليلة وبسيطة جدا وبالتالي هم لا يكلفون الاقتصاد شيء ويساهمون من الجهة الأخرى بالضمانات وبالتأمينات الاجتماعية من خلال البرامج لمن هم الأكبر عمرا وعليه نرى اليوم بأن الدول العربية لديها متوسط أعمار صغير نسبيا في مصر مثلا نتحدث عن متوسط أعمار 24 عاما في سوريا 20 عاما بالدول الخليجية أعلى بقليل متوسط الأعمار ومع هذا فهي كلها تتوفر في هذه الظروف المناسبة من الجهة الأخرى فإن اليوم مقارنة النمو أو الوجود شباب بين 14 و 25 عاما أو أقل من 30 عاما مع نسب منخفضة للولادات وهذا ما نشهده في العديد من دولنا العربية أيضا هو من الناحية الديموغرافية يعتبر ذات منافع كبيرة جدا وله تعريف ديموغرافي ذلك أن الأشخاص الذين يكونون في عمل في سن الإنتاج والعمل ومن هم على عاتقهم يكون عددهم أقل وبالتالي تتحقق طفرة في الاقتصاد وهذا بالحقيقة ما حدث مع دول شرق آسيا في فترات السابقة وأدت إلى ازدهارها ونقلاتها كميا ونوعيا بشكل كبير جدا إلا طبعا هذا الأمر بالنسبة لمجتمعنا العربي يبقى محض نظري ذلك أن بدل أن يكون الشباب في العالم العربي فرصة حقيقية يصبحون هما وتصبحون تحدي خصوصا لإيجاد فرص العمل لهؤلاء الشباب وعدم وجود ما يكفي من فرص العمل لتوظيفهم وبالتالي بدل أن يكون يساهموا بالإنتاج يصبحوا عاطلين على العمل لديهم الكثير من المشاكل ويولدون من الجهة الأخرى مشاكل اجتماعية كبيرة أيضا بالفعل تحدثت عن نقطة مهمة وهي صعوبة إيجاد عمل وبالنهاية البطالة اللي بتشكل هي أكبر تحديات يمكن بعالمنا العربي للشباب العربي في طل أيضا ظروف كثيرة يمر بها الشباب في دولنا العربية فالبطالة يعني كم هي بالفعل مؤثرة في هذا الموضوع يعني في الحقيقة تعتبر البطالة اليوم واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الشباب العربي وبالتالي هي تحدي كبير الاقتصاد وعندما نتحدث عن بطالة الشباب بشكل أساسي وليس البطالة بمفهومها الواسع نتحدث عن بطالة الشباب بعمر بين 14 و 25 عاما وهم الشباب في سن العمل ونتحدث عن الشباب والإناث ومع الأسف حتى أن البطالة في صفوف الإناث في دولنا العربية أو في بعض الدول العربية تعتبر كبيرة نسبيا وأكبر من البطالة عند الشباب يعني بحسب منظمة العمل الدولية نجح الدول العالم في السنوات الماضية بتخفيض عدد البطالة بالشباب إلى متوسط 13 في المئة خفضت مثلا بالعام الماضي 2023 إلى حدود 13 في المئة بعدما كان 13.8 في سنوات ما بعد الجائحة بالنسبة لدولنا العربية فأن البطالة بأوساط الشباب تتراوح بين 23 و 30 في المئة وطبعا هذه النسبة مرتفعة جدا وهي تتفاوت بين دولة وأخرى ففي لبنان مثلا مستوى البطالة عند الشباب أو نسبة البطالة تصل إلى 40 في المئة في فلسطين المحتلة نتحدث عن 75 في المئة بطالة عند الشباب والأخطر من هذا كله أن من يكونون في سن العمل ويعملون في دولنا العربية في الكثير من الدول العربية أتحدث هنا يكونون في بطالة مقنعة بمعنى أنهم صحيح يمارسون وظائف ولا يتقدمون إلى وظائف جديدة إنما هذه الوظائف أو هذه الأشغال أو هذه الحرف إما أن تكون موسمية وإما أن لا يكون مردودها كبير جدا وإما أن لا تكون لائقة والأهم أنها ليست نظامية كالعمل في القطاع الزراعي في الراعي وفي الحرف اليدوية وغيرها الكثير من الأمور هي أعمال غير نظامية وبالتالي تكون بطالة مقنعة فإذا أضفنا هذه البطالة المقنعة إلى مجموعة البطالة الرسمية التي تقدم بين 23% و30% فإن البطالة بين صفوف الشباب في العالم العربي تكون أكبر بكثير وهي تولد تحدي جدي بالنسبة للاقتصاديات لخلق هذه الفرص خصوصا بظل كل المعاوقات التحدثون عن الحروب التحدثون عن الصراعات التحدثون عن التغيرات المناخية والتي تؤثر بشكل كبير جدا على قطاع الزراعة والراعي وطبعا نتحدث أيضا عن كل التحديات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية التي تصيب العديد من الدول العربية هذا صح التعبير تصيب 50% من الدول العربية هي دول مأزومة فعليا بشكل أو بآخر يعني نسب كبيرة جدا وبالفعل تندر بخطر هنا كبير يعني هذه البطالة كما تحدثت هي تختلف لعوامل كثيرة وبحسب كل بلد ربما تختلف أيضا طيب اليوم تطلعات الشباب العربي الاقتصادية خلينا نقول يعني لماذا يتطلع إلى ماذا من الناحية خلينا نقول الاقتصادية أو الوظيفية ما هي رؤية الشباب العربي اليوم يعني في الحقيقة أظهرت السنوات الماضية وتحديدا منتدى الشباب العربي وهو المنتدى الجامع التي تنظمه الاسكوا بالتعاون مع الدول العربية وتقام في العديد من الدول العربية بشكل سنوي يبدو بأن الشباب العربي خصوصا مثلا خلال عام 2023 فعاليات العام 2023 يعاني من عدة مشاكل تأتي في مقدمة هذه المشاكل طبعا البطالة في رقم اثنين هناك صعوبات تعليمية ولن نتحدث فقط عن التعلم التعلم في المدارس الرسمية والتعلم إنما هناك اليوم فرق كبير بالمجتمعات العربية بين التعلم الخاص المكلف وبين التعلم الرسمي والغير يعني طبعا لن نصفه بالمتخلف إنما الذي لا يكفي اليوم لمواكبة سوق العمل وهناك أيضا تحدي بشكل كبير بين الاختصاصات التي تدرس في المدارس والجامعات وما بين متطلبات سوق العمل وبالمناسبة هذا ما استطاعت أن تفعله دول مجلس التعاون الخليجي والتي خفضت فيها البطالة إلى معدلات الدنيا نتحدث هنا عن معدلات تتروح بين 0.1% في قطر مثلا وتصل ماكسيموم إلى 5% في البحرين وعليه هذه الدول نجحت لأنها خلقت فرص عمل وخلقت نموا واستثمرت بالأجيال الشابة وكمبرت اقتصادياتها وطبعا اليوم نرى في هذه الدول مثلا توجهات نحو الاقتصاد الرقمي وهو يخلق فرص عمل الاقتصاد الأقدر والبنى الخضراء والمدن الخضراء وهي أيضا تخلق فرص عمل بحيث أنه بحسب الأرقام أنه زيادة مثلا 200 مليار دولار على الناتج المحلي العربي بالاقتصاد الأخضر تحديدا نتحدث هنا كفيل بأن يخلق مليونين فرصة عمل في عالمنا العربي وبالتالي هذه الدول أولت لهذه الاختصاصات ولهذه الأعمال الاهتمام المناسب وبالتالي خلقت فرص عمل وساعدت اقتصادياتها وساعدت شعوبها على العكس طبعا ما نراه ببقية الدول العالم والتي تزيد والتي تقلق التحديات الاقتصادية لديها والمطالة مشاكل أخرى اجتماعية كالإدمان والإنجرار وراء الحروب والتطرف وغيره الكثير من الأمور وهي طبعا أمور تأثر بشكل مثل كرة التلج بالنسبة للاقتصاديات نعم هل الفئة العمرية التي تتحدث عنها الأكثر إنتاجا ربما يجب أن تكون تستفيد منها الدول بشكل أكبر لماذا لا توليها الدول أهمية أكثر يعني اليوم كيف يمكن الدول العربية هذه تحقيق قفزة نوعية ذات طبيعة تحولية للشباب في المنطقة العربية يعني في الحقيقة المشكلة أنا في العديد من الدول العربية تقريبا نصف الدول العربية نستطيع أن نسمي دول لبنان سوريا فلسطين قد يكون بجزء منه أيضا مصر الليبيا الجزائر اليمن السوداء السومال وغيرها هناك شباب بعمر الإنتاج إنما بسبب ضعف اقتصادياتها وبسبب ضعف مبادرات القطاع الخاص واستثمار القطاع الخاص لأن هذه الدول أساسا تعاني من مشاكل اقتصادية وحروبهم إلى هناك تضطر الدولة إلى استيعاب الشباب في كيانها وبالتالي يرتفع حجم الشباب في القطاع العام بشكل كبير جدا وتصبح أيضا يصبح الشباب في القطاع العام ينضوون تحت ما يسمى بالبطلة المقنعة بحيث بأنهم يمكلفون الدول مبالغ مالية هائلة سنوية بدأ الأجور وطبابة واستشفاء وتعليم وتقديمات وتعويضات نهاية خدمة وهم في الحقيقة لا ينتجون بالمعنى الحقيقي للكلمة وبالتالي تصبح هناك مشكلة كبيرة تؤثر على اقتصاد هذه الدولة وعلى ميزانيتها وهذا ما شاهدناه في لبنان يعني اليوم بحيث بأن مثلا موظفي القطاع العام يشكلون 30% من مجمل القوى العاملة في حين أن هذه الدول في هذه النسبة في الدول المتقدمة قد لا تتجاوز على 10 أو 12% بأحسن الأحوال وعليه أن الاستيعاب الكبير لهذه القوى العاملة في القطاع العام يؤثر سلبا ويصبح طبعا انتفاخا سرطانيا لا يخدم المجتمع ولا يخدم الشباب وحتى لا يخدم بقية الأفراد وحتى القطاع الخاص اليوم المطلوب أن يكون هناك للدول العربية سياسات وقوانين واضحة للعديد منها نتحدث بشكل أساسي عن قوانين تتعلق بالحد من زواج القاصرات خصوصا لأن البطالة عند الإناث لا تأخذ لحقها كفاية من النقاش في مجتمعنا ومع أنها هي سلبية وكبيرة جدا ومؤذية للمجتمعات بالتالي هناك يجب سان قوانين هناك مجانية وإلزامية التعليم الجيد وهناك أيضا موضوع تفعيل مبادرات القطاع الخاص والمساهمة بها من خلال دعمها عبر المصارف المركزية عبر دعمها بتخصيصها بقروض عبر إنشاء حاضرات الأعمال ودعمها لتشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة وهذه هي كلها تخلق فرص عمل وتساعد على انضواء الشباب وتخفيف البطالة والحد طبعا من مشاكلهم للمستقبل نعم طيب نحن بنعرف أنه بدولنا العربية الشاب العربي دائما يعني تقع مسؤولية الأهل على عاتق هناك ضغطات كبيرة يتأثر بها الشاب العربي بسبب الحالات الاجتماعية ويكون مسؤول ربما عن أكثر من شخص موجود يعني إلى أي مدى ممكن أن يؤثر أيضا ذلك في وضعه الاقتصادي وبالتالي الإنتاجية يعني طبعا يؤثر جدا العامل الديموغرافي كما ذكرنا في مقدمة النقاش اليوم بأن العامل الديموغرافي مهم جدا عنصر الشباب بالمجتمعات وبنسبة الاقتصاد هو مهم وكلما كان الشباب يعمل في هذا العمر تحت 30 سنة وليس يعمل بوظائف طبعا وهمية أو ليس ببطالة مقنعة إنما بوظائف حقيقية وبمردود عال تصبح مساهمته بالمؤسسات الضامنة الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والصناديق وغيرها بالتالي كبيرة وتستطيع الدولة من خلالها القيام بدورها بإعانة كبار السن سواء كان من تأمين الطبابة والاستشفاء والكثير من المتطلبات الأساسية بالنسبة لمن خارج سوق العمل أو لمن خرجوا من سوق العمل كبار السن ولا يصبح ثقلهم الأساسية على العامل إنما مع الأسف اليوم تغيب عندنا سياسات الرعاية الاجتماعية في العديد من الدول العربية غياب السياسات الاجتماعية الرعائية الأساسية يؤدي بشكل أساسي طبعا إلى اضطرار الشباب إلى تحمل هذه الأعباء بدلا من الدولة والأمر الذي يزيد من الأكلاف الاقتصادية عليهم وفي ظل عدم موجودهم في بيئة عمل مريحة وبيئة عمل منتجة بشكل فعال تصبح الضغوط عليهم كبيرا الكثير منهم يتركون الأعمال الكثير منهم يضطرون العمل بأكثر من وظيفة وكل هذا الأمور يشكل ضغطا على الشباب العربي بدلا من أن تكون هذه الدول تقوم في واجباتها تجاه الرعاية الاجتماعية الصحيحة لمنهم خارج سوق العمل أنا أتشكرك خالد أبو شقرة الصحفي الاقتصادي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك